اول سؤال او اول جزئية في مسائل الدعمة والحركة هو حساب عدد هو حساب عدد اللييفات تصغير ليفة الليفة الوحدة كان فيها من الف الى الف اللييفة فانت لو عايز تحسب اكبر عدد يبقى بيساوي عدد الالياف اللي عندك مضروف في كام مضروف في الفي ولو عايز تحسب اقل عدد يبقى بيساوي عدد الالياف اللي عندك مضروف في الف ولو عايز تحسب متوسط يبقى بيساوي عدد الالياف اللي عندك مضروف الف وخمسمائة جميل جدا تعالى بنتكلم على مسائل القطع العضلية صلى على النبأ وركز افتكر معاي شكل القطع العضلية القطع العضلية كانت عبارة عن مسافة بين خطين زد متتليين في القطع العضلية فبفرض ان اللي انا برسمه ده خطوط زد يعني اللي انا عمل برسمه لك ده خطوط زد اهو ده خطوط زد كده عمل حاجة تعالى عدي معايا كده واحدة واحدة عدد خطوط زد هتقول لي والله يا دكتور عدد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بقى خمس خطوط زد طب يحسب لي عدد القطع العضلية ده واحد اتنين تلاتة اربعة الله يا دكتور ده احنا لقينا ان عدد خطوط زد بيزيد عن عدد القطع العضلية من مقدار واحد طب تعالى بقى ناخد تركيب القطع العضلية علشان ايه نعرف التفاصيل واحدة واحدة كده كان بيبقى عندي خيوط بروتينية روفية يعني بنقول على اكتين بالشكل ده رسم كروك يعني يا شباب كده اي حاجة والساميكة هنا في النس كنا بنقول على ايه المايوسين المهم المنطقة ده كنت بسمى المنطقة اي والمنطقة ده ايه بقول عليها اتش او شبه المضيئة ودي كلها بقول عليها ايه او الداكنة وده خط زد طب جميل جدا لو وجدت بسيت على كل قطع عضلية لايه فام منطقة داكنة ومنطقة شبه مضيئة طب يا دكتور المنطقة المضيئة قال لي المنطقة المضيئة ليبقى فيها كلام شوية المنطقة المضيئة تسأل نفسك سؤال قال كاملة ولا قال غير كاملة الغير كاملة دايما اتنين يعني لو سألك في الامتحان عندك لوييفة عضلية مكونة من مليار قطع عضلية فان عدد المنطق المضيئة الغير كاملة بيساوي كام قول له اتنين وما تفكرش طب وعدد المنطق المضيئة الكاملة المنطقة المضيئة الكاملة بتكون مشتركة بين قطعتين عضليتين يعني دي ادى واحد اتنين تلاتة يبقى تعالى بقى نصلى عنه وركز في الرسم عدد القطع العضلية اربع وخطوط زد خمسة والمناطق المضيئة الكاملة كام تلاتة يبقى عدد القطع العضلية بيقل بمقدار واحد عن عدد خطوط زد وبيزيد بمقدار واحد عن عدد المناطق المضيئة الكاملة يبقى رسميتك الجميلة كده في النص بتقول ايه بص كده عمل حج الرسمة الجميلة بتاعتك كده في النص بتقول ايه بتقول كده اه عدد القطع العضلية هتاخد منها سهم عليه موجب واحد وسهم عليه مينس واحد لو زودت على عدد القطع العضلية واحد يديك عدد خطوط زد ولو طرحت واحد يديك عدد المناطق المضيئة ايه الكامل واتفاقنا ان كل قطع عضلية فيها منطقة دكنة ومنطقة شبه مضيئة يبقى عدد المناطق الداكنة والشبه المضيئة سوى عدد القطع العضلية بس اخد بالك علشان عدد المناطق شبه المضيئة سوى عدد القطع العضلية لازم تكون العضلة في حالة انبساط او انقباض طبيعي الانقباض العاد طب لو قال لك انقباض تام في حالة الانقباض التام عدد المناطق شبه المضيئة بيساوي صفر جميل جدا ده بالنسبة للجزء بتاع عدد القطاع العضل المسائل المترتبع القطاع العضلي